الزلف اللون مرحبا بكم في حلقة شديدة من برنامج زوران التمازيط أو جذور الأمازيخية اليوم نجيب كلمة نفوسية جديدة وعفوا على ذكر نفوسة لنا دائما هي المنطلق في كلمات اللي نجيب فيهم أو أحياء وربما في الحلقات الجاية نجيب من تنوعات أخرى كمنطلق اليوم الكلمة هي من الجذر ياد يا كيل الجذر ياد يا كيل اللي هي مثلا كلمة أم دوكل والتي تعني في العموم الصديق أو الصاحب وإلى آخره وهذه كلمة لها مترادفات أخرى في جبل نفوسها وفي تمزعها أموما ولكن في جبل نفوسها لها مترادفين يقال أم دوكل بمعنى الصديق ويقال كذلك أجلت بمعنى الصديق بالأخص في شرق نفوسة يفرن تحديدا ولكن لما تستخدم كلمة أجلت في المناطق الأخرى تستعمل بمعنى الصديق غير الأمازيخ باختصار تعني أم دوكل الصديق الأمازيخي وأجلت الصديق غير الأمازيخي طيب هذا مش موضوعنا موضوعنا هو كلمة أمدوكل والجذر يا دياكيال طبعا هذا الموضوع قتل بحث أن يتحدث فيه كثير من العلماء اللغة الأمازيغية والمهتمين بجذور الكلمات والآخره ونجد أغلبهم يحيلون على الجذر أدنكل وفي نفسها نجد أضنشل في النفسية القديمة في مخطوط ابن غانم بمعنى راحة اليد أو الكف أو نجدها كذلك في تنوعات الأمازيغية أخرى مثل الحقار يقولوا تيديكلت بمعنى راحة القدم أو باطن القدم والكف عموما يعني وتستخدم في صغة المذكر بمعنى عفوا بصغة إيديكل وإيدوكال بمعنى يعني يدر فيها مذكر ومؤنت بش يفرقوا بس ما بين كف اليد وباطن القدم ولكن كلاهما جايوا من جذبس الجذر وهي يادياك يال هني تواشينا العلاقة ما بين تيديكلت والإيديكل وأضنشل وكذلك أمدكل الجذر هو واحد زي ما ذكرنا ويبدو أنها بدأت بمعنى المصاحبة أو المرافقة وهي وضع اليد في اليد حتى تصل إلى مكان معين ثم انتقل هذا المعنى ليصبح بمعنى المصاحبة عموما والمصادقة عموما والصداقة عموما طيب زي ما ذكرنا كلمة أمدكل والأمدكل والآخر هي موجودة في جميع التنوعات العمازيغية تقريبا كلها وكلها تعني بنسبة متفاوتة المصاحبة والرفقة بل خصصها البعض بمعنى العشيق والعشيقة خصصها البعض الآخر بمعنى الرفقة فقط وليست الصحبة بالمعنى الذي نفهمه اليوم طيب هنا زي ما ذكرنا طبعا يعني شيني علاقة الضنشل و الضنشل اللي هي في غدامس وفي الهوكار وفي باقي التنوعات العمازيغية زي ما ذكرنا في تمازيغت في تقبيليت في الشاوية في تشلحيت في تنفسيت كلهم يستخدموا هذه الضنشل وادنكل وإلى آخره إيديكل وتيديكل وإلى آخره بمعنى راحة اليد بينما يستخدم زي ما ذكرنا وانتقل هذا المعنى بمعنى أمدكل وأمدتل الكافة 20 وهذا موجود في التنوعات العمازيغية أخرى بينما نجد التخصيص بمعنى الصداقة بمعناها المخصص جدا وهو العاشيق والرفيق نجوها عند أمازيغ ورقلة بينما باقي التنوعات زي ما قلنا يذكرها يما بالتخصيص يما بالتعميم في نفس التنوع تذكر بالمعنى يين زي تمازيغت يذكرها بمعنى الصداقة الحميمية ويذكرها بمعنى الصداقة عموما طبعا منين فهمنا أن هي جت من إيديكل واتيديكل وإلى آخره ولكن من هناك انتقلت لتعني الرفيق وتعني المصاحبة وتعني كذا ثم أصبحت تطلق على الصديق والرفيق عموما وكذلك تطلق على تيدكلا بمعنى الرفقة تطلق على عموم الصداقة والآخره أهني إلى هنا نفهم ولكن كيف صار التخصيص والتعميم بمعنى عممت على كل الصداقة هل هو المعنى الأول والأصلي لها أم معنى العشق هو المعنى الأصلي ثم عممت وأصبحت معنى الصداقة لا نستطيع أن نعرف هذا ولكن نعرف أنها أطلقت في الحالتين طيب إلى هنا كل شيء مفهوم عندي لكم شيء غريب جدا يحصل في اللغة المزيجية ومن شخص في اللغة المزيجية حقيقة كيف تأخذ المسار يتأخذه كل لغة مثلا في اللغة العربية الراحة بمعنى التوقف عن العمل الارتياح الاستجماء والآخره جاءت من الراحة راحة اليد وإلى آخره وهذا ما يقول العلم عن اللغة العربية نفسها بينما في الأمازيغية أعطت معنى عكسي تماما سدوكل بالأمازيغية في الهوغار يقولون لها أنهك أنهكه التعب وأنهكه كثرة العمل أنهكه التعب وكثرة العمل فلاحظوا كيف في العربية أعطت بمعنى الراحة وفي الأمازيغية أعطت كثرة العمل وربما يكون البداية هي دوكل بمعنى يدوكل بمعنى أتعب قدميه والقدمين الراحة يعني أعطت مع راحة باطن قدميه وإلى آخره بينما في العربية ارتاحها يعني توقف عن العمل توقف عن عمل شيء معين أهنيه بس يعني يسمو فيها أنكدوت باللغة الإنجليزية بمعنى نكات اللغة طيب أهنيه إلى هنا كل هذه الجذور تدور على راحة اليد والأصل بتاعها طيب أهنيه في كذلك تخرج هذه الكلمة بمعنى آخر أو جاءت من معنى آخر أو من نفس الجذر عفوا ولكن أعطت معنى آخر نقول عن إنسان رفيع المستوفي عند الهوغار يقولون صدكل جعله يرتفع وجعله رفيع الآخر هي المرتفعية إسطكل 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 الآخر واسم الله عز وجل عند الهوغار اللي هو القابض الرافع من أسماء الله الحسنى الله عنده 99 نسم زي ما هو معروف في الدين الإسلامي يوجد من ضمن الأسماء اللي هي الرافع القابض مقابله عند الهوغار هو أماتكال أماتكال هو الرافع القابض من أسماء الله وهذا كله يأتي زي ما قلنا من نفس الجذر القبض القبضة الرفع الرفع المكانة العلوي لأخيره كلها جاءت من راحة اليد هذه شوفوا كيف تتنوى الكلمات من جذر حتى تصبح لتعني كل هذه المعنى طيب زي ما قلنا أتكال بمعنى ارفع وأحمل نجد تادكولت بمعنى التراكم لكن قبل تادكولت كان فيها زدوكل ويزدوكل بمعنى حمل الطراب خصصت في بعض التنوعات المنزل هي بمعنى حمل الطراب نفسه أظرني يعني حمل الطراب نفسه وكذلك أعنت بعد ما كانت تعني حمل الطراب أصبحت تعني المراكمة قبل حمل الطراب المراكمة فيه اسم مرض ربما بسبب أنه قلبت فيه الحروف وتغير بعض الحروف أصبح لا يبدو أنه من نفس الجذر ولكن أنا أميل إلا أن هذا الجذر ربما يكون من نفس المعنى اللي هي آديال ليسمى أظن بالعربية الغرغارينة يعني مرض يصاب يصيب الجلد من طفح وإلى آخره وهذا على فكرة يصير من الحمل والقبض على الأشياء بفترة طويلة زي لو حد يسرغل في الزراعة يعرف أنه يأخذ المسحات أو الشيء يسمون بالعربية يقولونها بالليبي البالة هذه لما تحملها مدة طويلة يصيرك هذا الطفح الجلدي بماء في داخل الجلد وإلى آخره هذه تسمى آديال طيب هل الياه هي نفسها كاف؟ أظن أنا أميل أن الكاف هذه أصبحت ياه وهذا يحصل في اللغة كثيرا وأرجوكم راجعوا دروسنا في موضوع اللغويات أو اللينغوستيكس وشين يصير في الحروف وإلى آخره طيب إلى هنا كل هذه المعاني جاية من نفس الجذر لكن عندي كلمة ربما أو قبل أن أصل هذه كلمة فيه كلمة أسدوكال نجديد أو أسدوكال نجديد أو ناكديد اللي هو عشو العصفور اللي هي جاية من ضم والمرافقة القربي إلى آخره بمعنى عش العصفير لكن خلونا الآن نمشوا لكلمة ربما يختلف فيها معي كثيرا جدا إيدوكان إيدوكان هي صيغة الجمع لأدوكو ويبدو الوهل الأولى أن الجذر هو ياديك فقط من غير نون في نهايتها ولكن شكرا لصديقي بدر كوكو نجد الجذر عند زناقة بصغة تدوكنيض تدوكنيض وإيدوكناضا تجميع الحذاء يعني هذا اللي يصنع في الأحفية لما يجمع الحذاء هذاك الفعل يسمى تدوكنيض وإلى آخره هنا نشوفوا اللي همنا هنا هو النون اللي موجودة في هذا الفعل اللي هو مقلوبة لام طبعا يادياكيان ونجدها كذلك في صيغة الجمع عند كالأهير يقولوا إيدوكان ونحن نعرفه في الغرمزيغية صيغة جمع بنونين إذن النون أصيلة في كلمة إيدوكان بمعنى الحذاء ووقعت أول شيء صار لها أنها انتقلت من اللام إلى النون ثم بعد هذا وقعت من الكلمة تماما ومفهومة حتى منطقيا المفهومة إذا كان راحة القدم تضع على راحة القدم إلى آخره مرتبطة بالمكان الذي يضع فيه الحذاء إذن أظن أن هذه الكلمة كذلك ترجع إلى نفس الجذر زي ما ذكرنا في أكثر من مرة هذه مجرد محاضرات المقصود منها التقرب من المعجم الأمازيغي وتقريب بعض المفاهيم ومتعلقات المعجم المجهد تنمير تنون ونتمنى نشوفكم في حلقة ثانية واللي عنده أي تعليق مرحب به واللي عنده أي إضافات أخرى ربما غابت عنها سوف نضيفها في حلقات أخرى أو سنضيفها على الأقل في المعجم المشتغل عليه من مدة طويلة تنمير تنون وإلى حلقة أخرى ترجمة نانسي قنقر